وفي نشرة سابقة أكد دكتور ماجد تركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا جلالة الملك المفدى إلى روسيا دليل أن هناك ملفات فاعلة في علاقات البلدين الصديقين وقال تركي أن البحرين هي بوابة للمنطقة في المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية في كل ما تشهده المنطقة من أحداث هي زيارة ثالثة خلال عامين دليل أن هناك ملفات فاعلة في علاقات البلدين والبحرين بالحقيقة تعتبر هي بوابة الخليج الاقتصادية من التاريخ أو الحاضر وقد تكون أحد المفاتيح الاقتصادية مع جانب الروسي بالذات أن الجانب الروسي والجانب البحرين في فترة سابقة أظنهم رفعوا قضية موضوع التأشيرات والدخول لمواطني البلدين بدون التأشيرات فهذه كلها تساعد في الحراك الاقتصادي وستصبح البحرين إحدى البوابات الاقتصادية المهمة لمنطقة الخليج المميز في حكومة البحرين أنها حكومة وصف فيما بين دول المنطقة سواء الخليجية أو العربية هي ممكن تعتبر الجانب الإيجابي في الرغط ما بين العلاقات في المنطقة ولذلك هي كما تحدثنا عن المسار الاقتصادي هي بوابة في المسار السياسي في المسار الأمني المنطقة تشهد صراع مملكة البحرين ليست بعيدة عن الصراع بل أنها تعاني حقيقة من التدخلات في الشأن الداخلي سواء من الجانب الإيراني والبحرين لها دور حقيقة مهم من خلال الشراكة مع مجلس التعاون بالتواصل مباشر مع حكومة المملكة العربية السعودية في مدصب الملفات الأمنية سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في الملف اليمني وإن كان بعيدا ولكن يقربه الشراكة الاستراتيجية الخليجية